شارك وزير البترول طارق الملة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الهايدروجين التي عقدت في إطار فعليات قمة كوب 28 بدبي القطارق الملة كلمة مصر والتي استعرض فيها ما تقوم به من أجل توطين صناعة إنتاج الهايدروجين كإحدى ركائس تقدم مصر في تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وفقا لرؤيتها للتنمية المستدامة 2030 شكرا